طبعاً هي البطولة العربية الدولية دي يمكن نادي بالمهيلز تاني سنة بيستضيفها والبطولة بتجبر من الرؤية اللي كان فيه توافق ما بين رؤية النادي مع قدرت شابه برياضة الدكتور أشرف صبح بيرعى البطولة وبيرعى الحادث اللي قبل البطولة احنا دائماً البطولات بتعامل مدة اسبوع لعشر تيام ففكرنا ان احنا نبقى زي ما فيه كرنفال مثلاً بتاع البرازيل بيبقى مثلاً مشهور كرنفالات دوباي كرنفال مثلاً الرياضة احنا قلنا لازم مصر امو الدنيا و امو الدنيا في السكواش فاحنا قلنا لازم يبقى فيه عندنا شهر كرنفال سكواش بما ان العالم كله هي عاصمة السكواش يا مصر وابطالنا العالميين اللي موجودين بالنقدر احنا نساعد في تنشيط السياحة من ناحية الرياضة احنا عندنا السنة دي الحمد لله بطل العالمي طلع يا كابتن امير غير وعدة على حضرة يعني الحمد لله يعني الفترة الخمسة عشرين سنة اللي فاتوا دول الحمد لله كسبت اكتر من ثلاثة عشرين بطولة تعالى مع المنتخبات المصرية وخرجت رحالة احتراف بره ورجعت امريكا والكويت وسعودي وكده فالحمد لله يعني برجع بخبرة كويسة بحاول ان انا اضيف اضافة جديدة للعبة والمهمة لمصر طبعاً احنا عملنا فكرة جديدة احنا عندنا دايما شهر جيوليا ده شهر كله كرنفال سكواش عندنا معسكر ثلاث اسابيع قبل البطولة بيشارك فيه لعبين يعني ممكن السنة دي جمعاً 14 دولة جي عندنا فرق جديدة اليونان اول مرة بتنضام السودان الشقيق هي تضيف شرف البطولة وتنضام في المعسكر عندنا طبعاً لعبين من امريكا من الهند من كندا من طبعاً منتخب سعودي اول ناس بيجوا دايماً يوم معانا بروتوكولياً من اول للمعسكر عندنا منتخب قطر عندنا من البحرين الكويت فالحمد لله يعني المعسكر والبطولة بقيت خلاص زي براند موجود احنا بنحاول نحطه في بروتوكول ان هو يبقى السنوي زي ما فيه مهرجنات بنروحها مشهورة في الدول شهر فوراً برا الناس بتحط الكالندر بالسنوي انت بتبقى عارف ان انت شهر سبعة ده شهر مسلاً سكواش في مصر شهر مسلاً قبلها كان فيه ريالي بتاع عربيات وريسنج مسلاً مشهورين في ايطاليا بيروحوا الناس معينة اولي امورها عندي هنا اللي جايين من امريكا على هنا وروني السباقات اللي كانوا بيعملوها فالناس اللي بتاعوا في اوروبا وبرا في امريكا والبلاد العربية سيد عاروز يعني اتوقف هنا يعني معذرة يعني لان احنا شايفين صور دلوقتي على الشاشة مش يعني كل ممكن يجي في دماغه بطل سكواش ده لازم سنة عشرين وانت طالة انا شايف هنا اطفال تحديد لا احنا بدين رأي مختلفة احنا من تحت 11 لغاية 19 عشان تواصل الاجيال احنا مصر طبعاً لان مصر ممكن انت اللعبة تخش الالمبياد في اي وقت ممكن الجيل داوت يعني على واشاك معظم متوسط اعمارهم من تسعة عشرين لأربعة وثلاثين فانت في الاواخر فلازم احنا كان رؤية بتاعتنا دكتور عشا في صبح دايما يعني بقول لي ان خايف خشي الالمبياد ما تكونش مصر لازم تبقى ترسح على المدليات فكانت الرؤية نحنا بناء المشروع القومي لموهب الاسكواش عشان خاطر بفي خط موازي للاتحاد وبدأنا من سن الصغير اللي هو تحت 11 و13 و15 عشان يبقى دايما يعني ان شاء الله اي وقت اللي هي بتخش الالمبيكس يبقى مصر هي على الخبر